بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على الأشرف المرسلين والنبيين مرحبا بكم أعزائي تلاميذ مستوى الرابع ابتدائي كيف حالكم اليوم كمال هذا درس جديد يجمعوني بكم من سلسلة الدروس المقدمة عن بعد وهذا الدرس نخصصه للأنشطة الدائمة في مادة الاجتماعيات للوحدة الرابعة والأخيرة من مكون التاريخ إذن لنبدأ أتعرف على أنشطتنا الدائمة والتي سأطالبكم بالقيام بإنجازها في الدفاتر المخصصة للدراسة عن بعد لكي نقوم بعمل التصحيح في تسجيل لاحق بإذن الله إذن لنبدأ التعرف على أنشطتنا الدائمة لكن قبل ذلك لنتعرف على الدروس التي سنعتمد عليها من أجل إنجاز أنشطتنا الدائمة وهذه الدروس هي الدرس العاشر من مكون التاريخ في الوحدة الأخيرة التطور في حياتنا الملابس والسكن والدرس الحادي عشر كذلك من مكون التاريخ في الوحدة الأخيرة التطور في حياتنا وسائل المواصلات والتعليم وأخيراً الدرس الثاني عشر وهو تعرف أحداث تاريخية وترتيبها زمنياً إذن كانت هذه هي الدروس التي ستعتمدون عليها من أجل الإجابة على أنشطتكم الدائمة إذن لنبدأ التعرف على أنشطتنا وأول سؤال هو أعرف المصطلح التالي التحول التاريخي مطلوب منكم أعزائي التلاميذ في هذا السؤال أن تقوموا بتعريف التحول التاريخي ننتقل إلى السؤال الثاني وهو ألاحظ الوثيقتين وأمجز ما يلي أمامكم أعزائي التلاميذ وثيقتين الوثيقة الأولى قرية أيت بن حد والوثيقة الثانية عمارات الدار البيضاء بعد أن قمنا بملاحظة هاتين الوثيقتين ننتقل للتعرف الأسئلة المرافقة لهما والسؤال أليف يقول أحدد موضوع كل صورة من الصورتين إذن سنقوم في السؤال أليف بتحديد موضوع الصورتين أو الوثيقتين السؤال باء أصف نوع السكن في كل من الوثيقتين واحد واثنين إذن سنقوم بوصف نوع السكن في كل من الوثيقتين إذن عملية الوثيقة تكون بتحديد هل هو سكن تقليدي أم سكن عصري جيم أحدد الوثيقة التي تبرز التطور في السكن سؤال جيم سنحدد رقم الوثيقة التي تبرز التطور الذي حدث في السكن إذن كانت هذه هي أسئلة النشاط رقم 2 ننتقل الآن لتعرف على النشاط رقم 3 والنشاط رقم 3 يقول أقرأ الوثائق 1 و 2 و 3 وأميز بينهما وفق ما يأتي وثيقة مكتوبة شهادة شفهية وثيقة مصورة إذن أعزائي التعامل أمامنا ثلاثة وثائق استقومون بقراءة هذه الوثائق وملاحظتها جيدا وبعد ذلك استقومون بالتمييز بين هذه الوثائق ما هي وثيقة المكتوبة وكذلك الشهادة شفهية والوثيقة المصورة إذن ها هي الوثيقة رقم 1 وعنوانها مرشد سياحي يحكي عن ساحة جمع الفناء الوثيقة رقم 2 الملك الحسن الثاني عند استرجائق لمواد الدهب فيه 14 غوش 1979 ميلادية والوثيقة رقم 3 من السيرة الذاتية للملك محمد السادس كما قلت أعزائي التلاميذ استقومون بملاحظة هذه الوثائق وقراءتها جيدا وبعد ذلك ستقومون بتصنيف نوع كل وثيقة ننتقل الآن إلى السؤال رقم 4 والسؤال رقم 4 يقول أصل بين العبارة في الخانة ألف وما يناسبها من العبارة في الخانة باء لدينا الخانة ألف فيها مجموعة من العبارات والخانة باء كذلك مجموعة من العبارات إذن سأقوم بقراءة العبارة الخانة ألف حافلات السفر العربات التي تجرها الخيول المسيد في القرية والمدينة قوافل الجمال والبغال والحمير والعبارة الأخيرة قاعات الدرس في مدرستنا عما العبارة الخانة باء فهي العبارة الأولى وسيلة للمواصلات في الماضي قاعة للتعليم في الماضي وسيلة للتنقل في الماضي قاعات للتعليم في الحادر وسيلة للمواصلات في الحادر إذن أعزائي التلاميذ هنا مطلوب منكم كما قلت القيام بإيصال العبارات في الخانة ألف بما يناسبها من العبارات أو المطيات في الخانة إلى هنا أعزائي التلاميذ نكون قد أنهينا تعرف على أنشطتنا الدائمة أتمنى منكم أن تقوموا بإنجازها لكي تعم الفائدة أستودعكم الله أعزائي التلاميذ وأتمنى لكم كل الصحة والعافية إلى اللقاء إلى أن نتقي في درس جديد وتسجيل جديد بإذن الله مع السلامة